بسم الآب والابن الروح الكدسة الإله الواحد أمين اليوم العشرون من شهر كياك المبارك ما زلنا نحتفل في شهر كياك بالتجسد الله ظهر في الجسد عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تلي إن هذا الإعلان هو إعلان محبة الله إعلان أن الله أحب البشر صار إنسانا مثلنا هذا الإنسان يؤهل لقبول البركات السماوية عشان كده المسيح وهو في الصلوة الأخيرة يرفع الصلوات ويكلم إن أهل الله الآب أنا فيك وأنت فيه وبعدين يبص للبشر اجعلهم واحدا فينا وكأن المسيح يجمع الإنسان لكي يوحده مع الله ليحيى إلى الأبد لأننا لا نستطيع أن نحيى إلى الأبد بالصورة الإنسانية بطبيعة إنسانية مأخوذة من الطراب فكان لابد لهذا الإنسان أن يتحد بالله لكي يحيى إلى الأبد وبالتالي هنا سر البركات كلها هي سر التجسد وبالتالي التجسد هو سر التقوى التجسد هو طريق الخلاص فبدون التجسد ما كان الفداء وبدون الفداء ما كانت خلاص البشرية والتجسد هو طريق معرفة الله الله لم يره أحد قط هو أعلن عن ذاته من خلال التجسد والتجسد هو اتحدنا بالله فهو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لهم التجسد هو طريق معرفة الإنسان لنفسه فالإنسان يعرف ذاته من خلال أن الله يظهر ذاته للإنسان فيدرك المثال الحقيقي الذي لنا التجسد أشراك النور الإلهي فينا والتجسد هو صورة الله الذي صالحنا فيه وبالتالي يعيد لنا مسؤولية المثال الذي هو منذ البدء قد خلقه وبالتالي هنا كمال إنسانيتنا مرتبط بعمل الله فينا هو سر التقو فارتبطنا بإنساننا الكامل هو لا يحدث إلا من خلال سر التجسد ربنا يعطيكم هذه النعمة والبركة أن ندرك سر التقوى في حياتنا ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين